طيب اللي هم طرحينه دلوقتي يعني what the offer خاليني اقول هل هو تمويل اضافي يعني فلوس اضافية كده بالبلد تدخل لنا ولا تسهيل في شروط القرد اللي فات ولا تمديد في المدة مثلا يعني ما هو مطروح الان على الطاولة لا هو القرد الاصلي كان ثلاثة مليار دولار وطبعا جا ما كنا نجده كتير قيمت والأساسية مبلغ بسيط اه مش مهمة هي كانت مهمة هي مرتبطة طبعا اجمالا بسبعتاشر مليار دولار كانت مرتبطة بربعتاشر اخرى جاية من الدول العربية تحديدة من الدول الخليج مرتبطة طبعا باخدار السنوات لكن او يعني بالمضي قدما في برنوب فما كانش الرقم نفسه هو المهمة بالنسبة ان احنا في شهر واحد بنصدد اربعة وتمعة عشر مليار دولار احنا نسددين في سنتين خمسين مليار دولار وفقا نتصجح الاوليين الملك فمش هو ده الرقم المهم يعني الرقم اذا كانت ثلاثة بقوا ستة وفقا لكلام سورتيفة مش هي دي اه 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 مش هي دي المهمة مش هو ده المهمة هو هي اشارة طبعا او تيكنل الى ان اه دولة اه تحتاج الى مزيد من الدعم الخارجي الى ان السندوق يقدر احتياجات مصر في هذا السياق الى ان مصر تستحق الدعم وده طبعا بيوجه بيوجه للمنحين وللمقرضين اه فده ده ده مؤشر جايد لكن ما يعني لا يعني شيء اه فيما يتعلق فيه اه يعني حل الازمة بشكل قاطع طبعا او حل ازمة السيولة او حل ازمة فاقر الصرف طبعا لكنها اه مؤشرات جايدة في السبيل التوصل الى اه حل اللي قال حضراتك برده هو دايما السندوق بيقول حتى في الاجتماعات اللي فاتت في المراكش كانوا بيقولوا مصر بي حاجة الى مجيد من التجديد النقدي هي وتوني تجديد النقدي يعني هي رفعة ساعة الفين قالنا فترة مسبقين طبعا احنا عارفين ان كل واحد سلمية زيادة في سعر الباية ده تساوي تكلفة على ودير المالية بسبعين مجرد ده فده اللي بيسلي يمكن البنك المركزي بيتردد في اطار ايمانة المالية العامة يعني بيتردد في انه يتخذ استياسات اللي من شأنها انها توقف في وسط ضغط طب هنا لازم اسأل حضرتك يا دكتور متحة يعني لما بيجي تبص بالعلم وبالورق ولما باجي اقرأ في الموضوع بلاقي انه الشروط اللي بيضعها صندوق النقد الدولي او اي مؤسسة تمويلية كبيرة هي شروط صحيحة يعني بالورق او القلم ده صح انه حد يقولك النهاردة لازم تعمل ضبط لسعر الصرف لازم تقضي على السوق السوداء لازم تبدأ ترفع الدعم العيني او النقدي وتعمل تنمية مستدامة بدلا من ذلك او توسع من برامج الحماية الاجتماعية وتوسع مضلة الحماية الاجتماعية انه حد يقولك لازم الدولة تخرج من القطاعات الاساسية وتدي فرصة للقطاع الخاص وتبدأ تشجع الاستثمار كل ده كلام يعني لا خلاف عليه وكلام جميل ليه احنا عندنا الشعور او عندنا الارتباط النفسي بانه اي قرد من صندوق النقد الدولي مفيش فيه خير او ان هو لازم في الاخر يعود علينا بتدعيات سلبي على مستوى المعيشة بقى واكل العيش والتضخم والاسعار والدولار وكل الكلام ده انا بس السؤال مش عالمي انا عارفة بس محتاجة تفسير لا وبالعكس كلام حضرتك عالمي جدا هي الفكرة كلها ان شروط الصندوق مرتبطة بالتكسبوك بالكتاب المدرسي القطاع التكسبوك بيقول للحكومة مفروض ما تدخلش ما تعملش دعم الحكومة ما تلحمش في الاقتصاد الحكومة او الدولة بشكل عام ما تتخشش في الاستثمارات اللي ممكن يعملها التكسبوك بشكل اكثر دي الشروط الاساسية اللي هو بيقول انا مش عايزة بديك فلوس غير لما تكون متأكد ان اقتصادك شغال بيها وإلا وإلا الفلوس دي مش هتعرف تردها لي تاني مش هتعرف تستخدمها لإستخدام الامثل مش هتم تخصصها بتخصوص الامثل داخل الاقتصاد ولم تدور بالشكل الملائم داخل عجلة الاستثمار دفع زبت صورات اللي تكسبوك ودير حقيقة لكن في الظروف الصعبة اللي بتمر بيها دول زي حالتنا وفيها معدلات الفقر التفتر بنفسه وفيها مشاكل كتيرة متعلقة بالبنية الاساسية واحتياجات اعادة بناء في البنية الاساسية بشكل مكلف كتة عادة بيبقى مصروف دور اصبر من الدول عادة بيبقى مصروف دور اصبر من الشكومة ده مش دايما الصندوق بيعرفي اصداره بشكل ملائم مش دايما بيشوفه بشكل صح والحقيقة هناك تجارب تاريخية كثيرة جدا اخفق فيها الصندوق اخطاقا بينا في دول كثيرة لم يكن موفقا فيها يعني كانت رؤية الصندوق غلط او مش متناسبة مع خصوصية الدولة اللي هو قاعد يقولها اعملي كذا وصحة اعملي كذا والكتاب بيقول كذا اخفق صندوق النقد الدولي في بعض الدول كثيرا كثيرا ومخلي بل حضرتك وبرضو دلوقتي بقى اسكى من زمان وما بقاش يفرض وبيقولك ايه ايه حطهم في البزنان ايه جوان هعتمس احنا برضو كان مفروض احنا بنحط البزنان بنحط فيه وضوء اعتبارات احتياجات المواس بنحط فيه دايما مخرج للازمات حينما تشتاد بنحط فيه تصور طب ماذا لو قامت حروب وحصل ما حصل وبقى المعدل التضخم مخيف ومرعب كان لازم نتفاوض على ايه ايه اللي كان ناقصنا في التفاوض ايه اللي ما حقناهوش في المرة اللي فاتت اعتقد ان احنا في تصورنا لفكرة مرونة سعر للصرف كان لازم تكون اوضح من اول 2016 لما قلنا احنا نعمل تحرير كامل ده كان سلام غلط اللي هو التعويم تقصد حضرتك التعويم هو عمره ما عملنا حاجة اسمها تعويم او تحرير كامل احنا دايما بنعمل حاجة اسمها او ربط مارن وده اللي دايما بيحصل بشكل او باخر وبيتم تخفيض كل فترة فكرة كلها ان احنا كنا محتاجين وده اللي بالناشت في المحافظة جديدة احنا محتاجين ان يتم ربط عملية التحريك المارن بمؤشرات واضحة وباند بيبقى ماشي في باند معين عشان يبقى الناس كلها عارفة سواء محتاجين بيبقى عارف الدولار هيتحرك امتى وازاي وتحت اي ظروفة طب مش هو التعويم ده برضو عكس لنا القيمة الحقيقية للعملة يعني احنا برضو مش طبيعي ان العملة تفضل تسعر برقم معين وهي في الواقع تساوي اقل بكثير كأنه احنا بنتحكى عن نفسنا فالتعويم ادى العملة قيمتها الحقيقية وساعد برضو في مسألة السوق السوداء اللي هي النهاردة يعني بتطلب واجهها القبيح انا مش مختلف انا مختلف على كثميته بانه تعويم هو ما تم ليس تعويمك هو حضرتك احنا الآن 2016 حضار شهر نوفمبر 2016 تم التعويم فعلا يعني حضرتك تعيتها بعديها على فول بقيت تشتري الدولار بقى الدولار يتحرك فعلا بشكل حرف ولا تلع شوية وبعدين نزل شوية وبعدين تضيب ثابت عند 15 سبعة من عشر اللي وراكمتي كربة تلاقيها المنطقين ده شكل الدولار ما هو كده ما كانش في تعويم فلماذا اقول وقد داعي ان انا عامل تعويم بينما انا مراعي على فكرة ده في اقتصادين كبار يعني منهم ميلتون فريدمان نفس صاحب المؤسس لفكر النيوليبراليزم والمؤسس للفكرة على حالات الاقتصادين وزعيم النقوديين وزعيم الفكر الاقتصاد الحر بشكل كتير فقالك ايه قالك لا انا عاد مراجعة افكاره في فترة من الفترات وقالك لا فيه بلاد ما ينفعش فيها وضبط مثال بتشير ما ينفعش فيها التعويم الحر ولا عملنا تعويم حر طب هل احنا محتاجين تعويم دلوقتي سواء كان بالشكل الحر الكامل او بالشكل اللي هو بين البنين اللي احنا عملناه هو محدش طلب من حضرت التعويم حتى هم كلامهم واضح جدا يقولك نظاما اكتر مرونة يعني ايه مقفة اكتر مرونة يعني ما تقولش ازماردة سعر تلاتين وتفضل رابطوري عن تلاتين بينما هو في الحقيقة في سوق السودة خمسين ومش عايزين نقول الرقم لكن في كل الاحوال مش موجود هو المهم مش خمسين ولا مية المهم ان هو مش موجود مش حقيقي مش حقيقي مش موجود يعني انت هو ليه يزيد يزيد عشان ناس مش لقيه بييره انه عليه بيعمل عليه اكشن بيعمل عليه مزاد احد ما بلايه دي المصيبة دي المشكلة لكن اول ما هي المتوافر طبعا حيرجع للسعر المنطقي احنا عايزين البنك المركدي يمارس نوع من انواع بس هو التوفره ده في حد ذاته مشكلة تانية توفير النقد الاجنبي ده باب باب كبير قوي يعني طبعا ومقدر شرف القيدي من البنك المركدي في الاخر وهو بيدي حصيلة موجودة وبيحاول يفكر في اقترها وبيحط المعادلات لكن الاصل من الاقتصاد نفسه هو اللي يتحرك عشان يجيب الفلوس دي والاصل من اتفقات رؤوس الاموال تجيلنا بشكل سام تسمار بقى وباشكاله المختلفة بشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحة نافع الخبير الاقتصادي وقف الحقيقة مهمة مع موضوع صندوق النقد الدولي لانه القصة دي طبعا هو لسه لحد الان ما فيش اي شيء ملموس او رسمي بس الواحد اتعود لما يلاقي تصريحات جاية من المؤسسات التمويلية دي بالشكل دوت اتعودنا نتحسس ونقف ونركز لانه اولا ما فيش حاجة ببلاش ثانيا ما فيش حاجة للفل الله ثالثا الدول دي دائمة الضغط عليك يعني يلاقوا اي وقت او المؤسسات الكبيرة دي اللي هي بتتبع زي ما بنقول لدول معينة او الجزء الاكبر فيها ولاقوا لدول معينة اول ما يلاقي انك انت عندك وضع صعب تحديات معينة امنية سياسية اقتصادية يبدأ يظهر عليك ايه الشروط ايه افكارهم عايزين ايه بالضبط ده اللي احنا بنحاول نستكشفه بالنظر بقى للوضع الاقتصادي برضو اللي هو في العالم كله صعب وفي مصر طبعا فيه تحدي كبير